لدعم منظومة الابتكار الوطنية والتكامل بين مختلف المؤسسات انطلقت أعمال عيادة البحث العلمي والابتكار تمكين التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتكامل مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 لتعزيز الأداة في المؤشرات الدولية رأى الانطلاق معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على مشارف الانتهاء من الخطة الخمسية العاشرة وقد ممكن الاقتصاد القائم على المعرفة والاقتصاد الرقمي وفي طريق التنمية الشاملة والمستدامة سيمكن الاقتصاد بالابتكار فسلطنة عمان وهي تمضي برؤيتها المستقبلية عمان 2040 تطلق عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار لتعزيز الأداء في المؤشرات الدولية ورفع القدرات الابتكارية والتنافسية الوطنية بدأت رحلة عيادة البحث العلمي والابتكار من مطلع هذا العام وكان الهدف من إعداد هذه العيادة هو تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلم والابتكار حتى تقوم بدورها المركزي والأساسي في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وكذلك في تمكين القطاعات الأخرى في سياق العمل التنوي قمنا بتحليل الفجوات وبتحليل التحديات وبذلك أمكن تعريف عدد من المبادرات التي يمكنها أن تساهم في عبور هذه الفجوات وأيضا في تعزيز إمكانيات هذه المنظومة ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة علماء عمان ومبادرة الاقتصاد المبني على المعرفة وعدد متنوع من المبادرات التي تشمل كافة جوانب هذه المنظومة عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار تركز على مبادرات من بينها مبادرة الحوافز والتسهيلات الإضافية للشركات في المناطق العلمية ومجمع ابتكار مسقط ومبادرة تأسيس وحوكمة المراكز البحثية ومبادرة البرنامج الوطني لاقتصاد المعرفة ومبادرة علماء عمان ومبادرة تحفيز التمويل من القطاع الخاص مبادرات وصلت إلى 34 مبادرة تم اختصارها إلى 12 مبادرة التي ممكن ترفع من نسبة مؤشر الابتكار عندنا في سلطنة عمان وترفع من مستوى البحث والعلمي في السلطنة وربطه مع الاقتصاد المبني على المعرفة هذه العيادة جاءت للتركيز على محاور متعددة من ضمنها البنية التحتية الكوادر البشرية والتمويل من المتوقع أن تخرج عيادة البحث العلمي والابتكار بوثيقة الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 المحدثة وبنك المبادرات والأفكار الابتكارية والفرص الاستراتيجية التعليم والبحث العلمي والابتكار في سلم الأولويات الوطنية لانهوض بكافة القطاعات خاصة الاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي تطمح فيه البلاد أن تكون ضمنها أعلى عشرين دولة في مؤشر الابتكار العالمي فارس من جمعة الوهابي مصطط